أرض للناس وأسقطهم مروءة هو من يقابل الناس بالرذائل فكيف بعظيم السماوات والأرض يعني يجاهر بالمعصية ويسره الله تبارك تعالى ويصبح فيكشف ستر الله عليه فأرض للناس وأسقطهم مروءة من قابل الناس بالرذائل فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به إنما هو حلمه عندما يعصي الإنسان ربه يغيب عن مسألة الشهود فكأنه لا يستحضر أن الله تبارك تعالى يراه هو يرتكب الذنب وهو يعصي الله تبارك تعالى بنعمه لأن ما آتاه الله تبارك تعالى من النعم هو ما يوظفه من أجل المعصية سواء كان من المال أم كان من الصحة أم كان من العقل كل ذلك من نعم الله تبارك تعالى على العبد والعبد بعين ربه تبارك تعالى وبنظر ربه تبارك تعالى إليه يستعمل تلك النعم التي آتاه الله تبارك تعالى إياها في معصية الله رب العالمين لولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به لولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتها إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسماء الله تعالى وهما الحليم والغفور إنه كان حليما غفورا تأمل كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاح لما استقرت السماوات والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتها إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا لولا حلمه عن الجناة ولولا مغفرته للعصاح لما استقرت السماوات والأرض شكرا